الموسيقى الصاخبة تسمي مؤذان الشباب بحسب الدراسات الطبية المتخصصة هذا الشاب لا تفارق السماعة أذنيه منذ امتلك هاتفا نقالا قبل عامين أستمع للموسيقى بصوت عال وأشعر بالمتعة مع الموسيقى الصاخبة واحد من أصل عشرة شباب يعيش الحالة ذاتها في فرنسا حتى أثناء الخلود للنوم أنام والموسيقى في أذني وفي اليوم التالي أشعر بألم وعدم ارتياح ثلاثة أرباع مستخدمي السماعات والهواتف الذكية يشعرون بالطرابات سمعية يشعر المرء بقطن بأذنه وصفير وأنا أنصح هؤلاء باستشارة الطبيب هذا هو الشيء المطلوب الذي لا يفعله الشباب عادة فيما لا يمكن استدراك التلف في حاسة السمع بعد وقوعه لسوء الحظ ليس لدينا تقنية تسمح لنا بإعادة السمع إلى حالته الأولية وأي تلف يحصل في الأذن سوف يستمر إذن ما هي النصيحة البسيطة لهكذا حالات النصيحة هي اتخاذ فترات راحة منتظمة لبضعة دقائق كل خمسة وأربعين دقيقة للتهوية وتجنو الاستماع بصوت عال جدا ولوقت طويل والخلاصة أن الأذن التي تعشق قبل العين أحيانا حساسة ومرهفة وتحتاج لعناية خاصة أمسا